كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصتنا اليوم بعنوان بناتي التاجر الثلاث وهي من القصص المشوقة والمعبرة أرجو أن تنال إعجابكم إن شاء الله ضع السماعات واستمع في قديم الزمان أشرقت الشمس ساطعة وأرسلت آشعتها الذهبية لتغطي السهول والتلال وعلى إحدى هذه التلال البعيدة تربعت بلدة السعيدة التي اشتهرت بأسواقها وبضائعها في كل المنطقة وكان ذلك اليوم مشهودا حيث تجمع التجارة ووالي المدينة في الساحة الكبيرة ليختار شيخ التجار خلفا لتاجرهم الكبير الذي توفي قبل عدة أيام ووقع الاختيار على أبي صابر الذي كان من كبار التجار وأكثرهم خبرة وحكمة في السوق فقد عرف أنه تاجر أمين ميسور الحال يحكم بيناء التجار بالعدل ولا يتوانى في مسعرة القريب والغريب فقد أحبه الناس ووقروه لذلك فرح أهل البلدة بهذا الاختيار ومنذ اليوم أصبح أبو صابر شيخ التجار أو كما يقال شه بندر التجار وهو الذي تزوج حميدة المرأة الصالحة التي كانت في غاية الحسن والجمال وكانت على قدر كبير من الحكمة والكرم والجود حيث كانت تقدم ساعدات للفقراء والمساكين ولكن أبو صابر لم يرزق بأولاد مع أن أهل السوق كانوا يلقبونه بأبي صابر لصبره وحلمه فقد رزق أبو صابر وحميدة بثلاث بنات جميلات وقد امتزن بالأخلاق الحميدة والسمعة الطيبة وكنا قد تلقينا العلم على أيدي أشهر المعلمين في البلدة كلها لذلك كنا مطمع كل الشباب في تلك البلدة لسمعتهم الطيبة وجمالهن النادر وكانت تاجر أبو صابر وزوجته حميدة فخران بهم إلى أبعد الحدود وكذلك البنات كنا يبذلن كل ما بوسعهن لمسعلة الأم حميدة في عمل البيت وكانت أكثر ما تحب أن تقوم به صفية البنت الكبرى العمل في تحضير الخبز والكعك الذي كان لذيذا جدا وكانت تتفنن في عملها ذاك فتورة تقوم بالخبز الأبيض وتورة أخرى بالخبز الأسمر وتقوم بأنواع كثيرة من الكعك الذي ندر وجده في البلدة والمنطقة وأما بهية البنت الوسطى فقد كانت تحب العمل في حياكة الملابس التي تزينها بأجمل المنقوشات حيث كانت تستخدم في زينتها الخيوط الثمينة والزاهية الألوان لذلك كانت ملابس الأسرة إما تحيكها وتصنحها بهية أما البنت الصغرى وهي روعة فقد كانت أجملهن وأكثرهن عطفا على والديها لذلك كانت تقوم بكل أعمال البيت الأخرى حيث تميزت بطيبة قلبها وحننها على والديها وعندما كان يأتي المساء كان التاجر يجلس لتناول طعام العشاء مع عائلته الحبيبة حيث كانت تقدم صفية أشهى المأكلات وتقدم بهية كل يوما ثوبا جديدا لولدها من صنع يدها وتقوم البنت الصغرى على خدمة والديها وراحتهما وبعد الانتهاء من وجبة العشاء كانت البنات الثلاث يطفئن الأضواء ويحضرن قنادي لهن الصغيرة التي تشتعل بالزيت ويضعنها على الطولة حيث كانت العائلة تتسامر في الليل على ضوء تلك القناديلة الصغيرة ولكن في ذلك اليوم كانت المناسبة سعيدة باختيار أبي صابر شيخا للتجار فقد حضرت صفية أشهى الكعكة المحلي وحضرت بهية عباءة مترزة في قمة الجمال والروعة هدية لوالدها وقد فرح أبو صابر بما حضرن له البنات أما روعة فقال حضنت أبيها وقبلته وقالت له لم أستطيع أن أقدم لك هدية ولكن أهديك حبي الذي سيبقى إلى الأبد عندها نظر إليها أبو صابر في حنان وقال يا حبيبة روعة وجب عليك أن تتعلمي حرفة أو صنعة مثل أختك فالحب وحده لن يطعمك ويلبسك يا ابنة الحبيبة فإذا جار عليك الزمن لن ينفعك الحب بينما أخواتك قد أتقلنا صنعة قد تفيدهما في الحياة نكست روع رأسها وقالت ولكن أحبك يا أبي أوليس الحب يكفي فقال لها التاجر يا ابنتي إنني في التجارة منذ ثلاثين عاما وقد تعلمت أن من يعمل ويملك حرفة سيعيش سعيدا وإلى الأبد وفي تلك اللحظة قاطعت الحديث الأمة حميدة وقالت يا زوج العزيز لا تخف على روعة فإن فتاة تملك مثل هذا القلب لا يمكن أن تغلب في هذه الدنيا دعنا من هذا الآن واخبرنا بما كنت تنوي أن تخبرنا به فنحن جميعا مصغيات قال أبو صوبر يا زوجة العزيزة ويا بنات الحبيبات لقد كبرتن في السن وأصبحتن في سن الزواج وإني أرى أن تتزوجنا وإن كان ذلك يبعدني عن كنا وأنا أحبكن حبا جمع ولكن هذه سنة الحياة وإن من حول الكثير من الشباب التجار يتمنون أن يتزوجوا بكنا وما أن سمعت البنات هذا الكلام نكست رؤوسهن خجلات وبدأنا بالتهامس مع بعضهن البعض قال الصفية يا أبتي لن أتزوج إلا خبازا من خارج البلدة وقالت بهية وأنا يا أبي لن أتزوج إلا من تاجري قماش من خارج البلدة أما روعة فقد بقيت صامتة تفكر في مشروع زواجها ولكنها لم تعرف بمن تختار ولكنها قالت سوف أتزوج من طبيبي أبي ولكن من خارج البلدة صمت الأب برها من الزمن ولم يفهم لماذا تريد بناتي الزواج برجال من خارج البلدة فالبلدة مليئة بالشباب الوسمين الصالحين وعندما سأل البنات عن ذلك قالت له البنت الكبرى الصفية يا أبي أريد أن أحقق حلمي بعمل مخبز عظيم مع زوجي وأعمل على إنتاج أنواع كثيرة من الخبز والكعك التي سيتحدث عنها الناس في كل مكان وأن أثبت لك مقدرتي في عملي حيث أريد أن أكون بعيدة حتى لا يتعاملوا الناس معي على أني ابنة شيخ التجار ويوما ما ستسمع عن ابنتك التي حولت المخبز إلى تجارة رابحة في كل مكان وقالت الإبنة الوسطى بهية وأنا كذلك يا أبتي أملك من المهارة في صنع وتطريز الملابس لا يقدر عليها أمهر النساجين وأريد أن أثبت لك أن صنعة في الحياة والتطريز ستكون تجارة مربحة وستكون أشهر من نور على علم أما روعة فقد قالت وأنا كذلك يا أبي سأثبت لك أن الحب هو خير تجارة في هذه الدنيا دهش الأب لما سمعه وغرق في التفكير بينما الزوج حميدة تنظر إلى أبي صوبر ولكنها لا تعرف ماذا تقول وما هي إلا لحظات حتى قام الأب من مجلسه وغادر إلى سريره دون أن ينبس بكلمة واحدة وانتهى الحديث في جو مليء بالقلق والإطراب وخلدوا جميعا إلى النوم لقد تفاجأ الأب من كلام بنته ولكنه كان يحبهن حبا عظيما ولذلك قرر أن يوافق على طلبهن وإن كان ذلك لا يوافق رأيه فقد كان يحلم بأن تتزوج بنته من تجار المدينة وأن تعيشن قريبا منه ولكن ما باليد حيلة وفي اليوم التالي توجه التاجر الكبير إلى السوق وقد بدأت تنهيل عليه طلبات للزواج إلا أنه وبصراحة كبيرة أخبر الجميع عن شروط بنته للزواج وأنه لن يقف حائلا أمام سعادتهن دوش أهل البلدة من سماع كلام التاجر إلا أنهم تقبلوا كلامه لحبهم له وثقتهم به ومرت الأيام والتاجر يرفض كل من يتقدم للزواج من شباب البلدة وكان ذلك يضيق التاجر ويشعره بالحزن الشديد إلا أنه قد اتخذ القرار ولن يعود به وفي يوم جاء إلى السوق تاجر أقمشى من البلدة المجاورة وكان صديقا لأبي صوبر لكن هذه المرة لم يأتي للتجارة بل جاء ليخطب ابنة التاجر بهية لابنه رباح وقد كان رباح شابا وسيما نشيطا قد علمه أبوه أصول التجارة في الأقمشة وأصبح في بلدته من كبار التجار سعد أبو صوبر بهذا الخبر ولكنه اشترط أن توافق بهية على رباح وفي الحال أرسل أبو صوبر عامله علي ليخبر العائلة لتحضير وجبة الغداء وأن رباح تاجر الأقمشة جاء لخطبة بهية وبعد ساعة من الزمن توجه أبو صوبر إلى البيت مع ضيوفه وبعد تناول الطعام نادى التاجر على بهية والتي كان قلبها يدق بشدة ولكن مع إن رأت رباحا شابا وسيما وعرفت أنه تاجر أقمشة من خارج البلدة وافقت عليه وعين حفل الزفاف بعد أسبوعين لقد كانت بهية سعيدة جدا بهذا الخبر وقد هنأتها حميدة الأم وإخواتها صفية وروعة كما أن التاجر كان سعيدا جدا لأنه سيزوج ابنته إلى ابن صاحبه وبدأت العائلة بتحضير لوازم زواج بهية والفرحة تغمرهم جميعا وبعد عدة أيام جاء خباز شاب عند التاجر وقد سمع عن ابنته صفية والتي كانت في غاية الحسن والجمال وذو أخلاق حميدة لقد كان حسام الخباز من خيرة الشباب حيث كان بهية الطلعة قوية البنية وسرعان ما وفقت عليه صفية بعد أن رأته وسمعت عن محاسنه وعندها طلب التاجر أبو صابر من هذا الشاب أنه سيزوج ابنته بهية وصفية في نفس اليوم وافق حسام الخباز ولم يكن لديه منع وكذلك وافق صاحبه أبو رباح على ذلك لقد كانت الفتيات في قمة السعادة والفرح وما هي إلا أيام حتى أقيم حفل الزفاف حيث حضر جميع أهل القرية مهنئين شيخ التجار بهذه المناسبة السعيدة لقد حزن الأب وحميدة على فروق بناتهن وقد كن خير البنات إلا أن سنة الحياة واجبة وادعت الإبن الصغير روع إختيها والدموع تملأ عينيها فرحت لهن لأنهن سيحققن أحلامهن مع زوجيهما وبقيت روعة وحيدة مع والديها تنتظر نصيبها مرت الأيام وروعة تساعد أمها في الأعمال المنزلية وقد تضعف العمل ولكنها لم تتذمر بل كانت نشيطة تحاول بكل قوتها أن تساعد والديها وكان الأب يفكر كثيرا بروعة حيث كان يخاف عليها وخاصة أنها لا تملك حرفة أو صنعة مثل أختيها ولكن الزوجة حميدة كانت تطمئنه وتقول له يوما ما ستعرف قيمة روعة فإنها تملك قلبا طيبا وعقلا راجحا ولكن الأب كان دائما القلق والتفكير واستمر الحال على ذلك فترة طويلة حتى جاءت روعة في يوم من الأيام إلى أبيها في السوق وقد أخبرته أن حميدة الأم مريضة جدا نادى التاجر على العامل علي وطلب منه إحضار الطبيب وأسرع إلى البيت مع ابنته روعة وسرعان ما حضر الطبيب وبدأ بمعالجة حميدة وروعة تذرفه الدموع قلقا وخوفا على أمها وأبو صوبر تاهت في عينيه الدموع وهو ينظر إلى شريكة حياته وحبيبته وقد نال منها المرض ولكن ما باليد حيلة وسرعان ما طمأن الطبيب أبو صوبر على زوجته وقد سجل لها بعض الأدوية على أن يعود بعد يومين ليتفقد حالها انفرجت أسارير التاجر وشكره على عمله ونقده الميل أما روعة فقد كانت ملازمة لأمها تقوم بكل ما تحتاجه وبعد يومين جاء الطبيب لمعينة الأم التي أوشكت على الشفاء ولكن الطبيب أعجب بروعة ولكنه أخف إعجابه بها لأنه يعرف شرطها وهو أن تتزوج من طبيب من خارج البلدة ولا يخفى عليكم أحبابي أن روعة أعجبت بالطبيب أيضا وفي يوم حضر الطبيب بسام إلى التاجر أبو صوبر في السوق وقد طلب مقابلته فاستقبله أبو صوبر خير استقبال وعندما سمع أن الطبيب يريد خطبة روعة أخبره التاجر عن شرط روعة إلا أن الطبيب سارع بقوله بأنه على استعداد أن يعيش في بلدة أخرى إذا وافقت روعة على زواجها منه سر أبو صوبر لهذا الكلام وخاصة أنه يعرف الطبيب بحسن أخلاقه وسيرته الطيبة وعندما سمعت روعة بإقتروح الطبيب بسام علت الفرحة على وجهها وملأ الأمل قلبها لأنها رأت فيه زوج المستقبل ولكنها في نفسي اللحظة حزنت جدا لأنها ستترك والديها وتبتعد عنهما وعندما سألها الأب عن رأيها سمتت حائرة لا تعرف ماذا تقول لكن الأم عرفت سبب حيرة روعة فقالت لها الأم لا تحزني علينا يا روعة بل امضي في حياتك وتزوجي الطبيب فإنه طيب القلب وأنا أرى أنك ستكونين مسرورة بهذا الزواج أما أعمال البيت فقد طلبت من أبيك إحضار خادمتين لتقوم بمهامي البيت لا تقلقي وسيري على بركة الله سيلت العبارات من عين روعة وضمت أمها وقبلتها أما أبو صوبر فقد بارك هذا الزواج وفي قلبه ولعة على ابنته الصغيرة التي كان يخاف عليها أكثر من أختيها وبعد أسبوع عقد القيروني وتزوجت روعة من الطبيب بسام في حفل زواج قال حضره أهل القرية وأختيها التي كانت فرحتين بزواجها وهكذا وادعت روعة والديها وانتقل الطبيب ليسكن في بلدة بعيدة لأنه أحب روعة لطيبة قلبها وهكذا تزوجت الأخوات وانتقلنا للعيش خارج البلدة وبقى التاجر أبو صابر وزوجته حميدة وحيدين في البيت وكثيرا ما كان يشغل بال التاجر وبناته الثلاث الذين ابتعدوا عنه وهو في غاية الشوق لهن وبعد مضي أيام وشهور عاشت صفية مع زوجها الخباز حياة سعيدة يملأها الحب والإحترام وقد أعجب بها زوجها لذكائها وحكمتها وقد قدمت له ما لم يكن يحلم به فقد عملت صفية مع زوجها في المخبز وأخذت بصنع العديد من أنواع الخبز والكعك الذي لم يعرفه الناس وأخذ المخبز في صنع أندر المنتجات التي جعلت الناس يقبلون عليه بالعشرات بل كل بالمئات وخلال فترة قصيرة كانت صفية وزوجها يجمعان المال الكثير مما حولهما إلى كبارة تجارة في البلدة حيث اشتري قصرا كبيرا وسكن فيه وتجمع به الخادمات والعمال يقومن على خدمة صفية وزوجها ولم تكتفي صفية بذلك بل اقترحت على زوجها أن يقيم عدة مخابز في المنطقة كلها حيث أنشأ في كل بلدة مخبزا خاصا بهما يعمل به الكثير من العمال وفي النهاية قرر حسامة زوجة صفية تسمية المخابز باسم زوجته لأن لها الفضل الكبير على تقدم تجارته ونيل الكثير من الأرباع وقد ازدرت المنطقة كلها بمخابز صفية التي لم تعرف المنطقة أفضل وأجود أنواع الخبز والكعك وكثيرا ما كانت تخاطب صفية زوجها وتقول أهن يا زوجي العزيز لو يزورني والدي ليرو ما وصلنا إليه من عز وجاه وذلك بفضلك وبفضل صنعتي وحب لها وكثيرا ما كان الزوج يطمئن زوجته صفية أن اللقاء لابد وأن يكون قريبا وأما بهية فلم تكن تختلف عن أختيها صفية فقد عاشت هي الأخرى مع زوجها في حب ووئام وجمع بينهما الاحترام والعمل الدؤوب في تنمية تجارة الأقمشة فقد أقوم الزوج لزوجه مصنعا للملابس وقد أشرفت عليه بنفسها حيث كانت تتفنن في تزين الملابس بأبهى وأجمل الخيوط الثمينة والنادرة وخلال فترة قصيرة استطعت بهية أن تتميز في عملها ويصبح مصنعها قبلة تجارة الملابس في كل المنطقة وأخذت تجارة في النمو يوما بعد يوم حتى أصبح اسمها على كل لسينة تجارة لحسن معاملتها معهم ولجودة الملابس التي كانت تقوم على تصنيعها وكما فعلت أختها صفية قامت بعمل عدة مصانع في المنطقة التي كانت تعيش فيها وأصبح لديها مصانع كثيرة تدر عليها الأرباح الطائلة التي لم تخطر لها على بال وسرعان ما أصبحت بهية وزوجها من كبورة تجارة المنطقة وأصبحت ملبوسات بهية تملأ الدككين والبيوت والقصور وكثيرا ما كانت تريد لو كان والديها يزروها ليرو عمل ابنتهم والمخلصة ونتيجة صنعتها التي احترافتها وكانت على أحر من الجمر لهذا اللقء وخاصة بعد الانتقال إلى قصر كبير طحيطه حديقة غناء في غاية الحسن والجمال يتحدث عنها كل الناس وأما روع الأخت الصغرى فقد انتقلت للعيش مع زوجها الطبيب بسام في بلدة بعيدة حيث استأجر بيتا متواضعا وقد خصص غرفة لعمل الزوج بها حيث كانت العيادة وعيش في بحبوحة من العيش وقد أمنا حاجته من العيش بأمان وعملت روع مع زوجها في عيادتي حيث كانت تساعده في تطبيب المرضى في تلك البلدة وسرعان مشتهر بسام الطبيب الشاب بمهرته وعمله الطيب مع أهل البلدة وكان يعالج الغنية والفقير على حد سواء ومن كان لا يملك المال والنقود كان الطبيب يعالجه مجانا لإشفقه عليهم وعلى حالهم وكانت روعة سنده في عمله والقيام على التخفيف من آلام الناس وأحوالهم حيث تميزت بعطفها وحنانها لكل قادم للطبيب وسرعان ما يثيع صيطها في البلدة كلها لرقتها في الطعام وحبها للآخرين وقد أحبها الناس حبا صادقا وقد سموها ملاك الرحمة التي يقوم على رعايتهم وفي بعض الأحيان دون مقابل وكم كانت روعة في غاية الشوق لزيارة والديها لرؤيتهما والإطمئنان عليهما وكانت تنتظر هذه الزيارة في كل يوم وبعد مضي العديد من الأشهر كان التاجر أبو صبر يعيش مع زوجته حميدة وحيدين إلا أن الشوق والحنين إلى بنته كان ينهشانه ويدفع عنه إلى زيارة بناته الحبيبات وفي يوم صرح أبو صبر لزوجته حميدة في نيته لزيارة بناته وأنه قد عين مساعده علي لتيسير تجارته أثناء غيابه لقد كان هذا الخبر سعيدا على حميدة التي اشتاقت إلى البنات وكانت اللوعة قد سكنت قلبها وجاء يوم المعاد حيث ركب التاجر وحميدة عربتهما ومحملة بشتى أنواع الهدايا وقصد ناء البلدات المجاورة للزيارة وكان بصحبتهما الحوذي والخادمتين لمساعدتهما على السفر وبعد اجتياز الغابة الكبيرة وصلوا إلى بلدة صفية الإبنة الكبرى وعندما مروا بالأسواق كانت المخبز الكبيرة يعلوها اسم صفية ورائحة الخبز والكعك تفوح في كل مكان وعندما رأي ذلك فرحوا كثيرا لنجاح ابنتهما في صنعتها وحلمها وما هي إلا ساعات حتى يوصلوا إلى قصر كبير تحيطه حديقة غناء وعمال وخدم وحشم يملؤون المكين واستقبلت صفية وزوجها الوالدين بحرارة بالغة وكانت روعة القصر قد أدهشت التاجر وزوجته حيث لم يرى من قبل قصر في الفخومة والضخومة وعلت الفرحة وجه التاجر أبي صبر وكان في قمة السعادة والفرح وقد رأى بأم عينه حال صفية وزوجها من الغنى والسعادة واستمرت الزيارة عدة أيام وقد اطمأن التاجر على ابنته صفية التي أدهشته بعملها وتقدمها في التجارة حيث أنها تفوقت عليه وغادر التاجر وزوجته الإبنة الكبيرة والطمأنينة تسكن قلبيهما وتوجه التاجر إلى البلدة الأخرى لرؤية ابنته الثانية بهية التي ما أن دخل البلدة حتى رأى اسمها يعلو المحلات التجارية في كل الأسوق وكان الناس يتحدثون عن مهارة بهية في صناعة أجود الملابس والعباءات التي لم يروا مثلها في البلاد وما أن وصل التاجر وزوجته إلى قصر بهية وزوجها حتى دهش لروعة المكان حيث كان أجمل وأروع من قصر أختها الكبرى وكان اللقاء حارا مع ابنتيهما بهية حيث كانت الفرحة والسعادة تملأ المكان وزاد سرور التاجر لرؤية نجاح ابنته وزوجها وقد أثنى عليها وضمها وقبلها وقد تمنى لها الخير والعميم وقال لها كم أنا وأمك فخرين بعملك ونجاحك المنقطع النظير ولم تبخل بهية على والديها بالترحاب والطعام الفاخر الذي لم يعرف له طعم من قبل واستمرت الزيورة كالعادة عدة أيام قام بعدها التاجر وزوجته بودع بهية وقد اطمأن لحالها وتوجه أخيرا إلى بلدة روعة التي كانت تبعد قليلا من بلدة بهية وقد كان القلق والإطراب على وجه التاجر ويحدث زوجته قائلا أرجو أن تكون روعة مثل أختيها تعيش فريحة مسرورة وقد كسبت من المال ما يعينها على العيش بسعادة وكانت الأمة خطبه كالعادة وتقول لا تقلق يا زوج العزيز فإن روعة في أحسن حال هكذا كان يخطبها قلبها وبعد ساعات من الزمن دخل التاجر وزوجته إلى بلدة روعة حيث كان المكان وديعا هادئا وبعد أن سأل التاجر عن بيت الطبيب بسام وابنته روعة كان كل من يصادفه يبتسم ويثني على روعة لأخلاقها الطيبة وسمعتها الحميدة وقد عرف منهم تسميتها بالملاك الطهر الذي يشفي النفوس والقلوب قبل شفائهم من المرض وخلال فترة قصيرة من حديثه مع الناس وجد أن ابنته روعة قد اشتهرت في كل البلدة وعرف عنها الزوجة الصالحة والطبيبة الماهرة وكم أدهشاء التاجر حب أهل البلدة لروعة ولزوجها ولكنه كان مضطربا للقاء حيث كانت تصحبه أفكار عديدة عن حالهما وبعد ساعة من دخله إلى البلدة وصلت العرباء مما بيت روعة الذي كان يبدو للتاجر بيتا بسيطا وقد علت وجهه الحيرة والوجل وما أن دخل التاجر وزوجته إلى روعة حتى استقبلتهم بالحضن والقبلات ودموع الفرح تنهال من عينيها وكم كان الطبيب معهما ويحدثهما بكل أدب وشوق وحضرت روعة طعام لوالديها وقد كان بسيطا وليس كما قدمت أختها مما زاد من ضيق التاجر وحزنه على ابنته ولكنه كان يشعر بأن الحب والحنان يملأان المكان وحاول أن يخفي قلقه إلا أن روعة لاحظت وجه أبيها وقد استطعت أن تعرف ما يجول في خاطره وقالت أبي الحبيب لا تقلق علي فأنا أعيش مع زوج الحبيب بسام في قمة السعادة والفرح ولا ينقصن أي شيء من متاع الحياة وقد نلنا احترامه ومحبة الناس جميعا ولا أطلب أكثر من ذلك إلا أن التاجر كان كسيف الحال وقال ولكن يا ابنتي تعيشين في ضيق وهذا البيت قديم ومهترئ كم كنت أتمنى أن تعيش مث أختيك في قصر كبير وأن يقوم على خدمتك الخدم والحشم فقاطعت روعة بقولها ولكنني سعيدة جدا مع زوج بسام والمال الذي نحصل عليه يكفينا والحمد لله يكفيني يا أبي محبة زوج وجميع أهل القرية كان الأب في تلك اللحظة غارقا في التفكير وقد كسى وجهه اليأس والكآبة وكما هي العادة استمرت الزيورة عدة أيام ولكن هذه المرة لم يشعر التاجر بالفرحة التي شعر بها عند أختيها ولكنه تقبل الواقع كما هو وودع التاجر وزوجته روعة بالحضن والقبلات وغادر البلدة وهو في أشد الحزن على ابنته روعة وكانت الزوجة تقول له في الطريق يا زوج العزيز لما أراك مهموما حزينا إن روعة تعيش سعيدة مع زوجها وحب الناس لها كنز طالما بحثت عنه لم يتفوه التاجر بكلمة وبقى صامتا على حاله وكان على العربة أن تمر بالغابة الكبيرة وفجأة صادف العرب قطاع الطرق وقد طوق العربة من كل مكان وقد عرفوا من فقامة العربة أن صاحبها في قمة الغنى وهددوا التاجر وزوجته بالسلاح وقد خطفوهم واتجهوا بهم إلى المغارة في الغابة وقد عرفوا من الحوذي والخادمتين ما كانت التاجر أبي صابر وعن بنته الثلاث اللواتي يمتلكن الكثير من الذهب والمال وبالطبع فقد طمع اللصوص بالحصول على الذهب وأن بين أيديهم ثروة لا يمكن التفريط بها وفي الحال قرر زعيم اللصوص اللجوء إلى الحيلة لنيل ما يريد وقد عرف مكان بنته الثلاث وأراد أن يحصل على الكثير من الأموال فأرسل الحوذية مع العربة إلى الإبنى الكبرى الصفية وقد طلب منه أن يخبرها أن والديها في قبضة اللصوص وإن كانت تريد أن تفك أسرهما عليها بإحضار عشرة صنديق من الذهب وإلا قتل اللصوص والديها وما أن وصل الحوذية إلى الصفية حتى صعقت من الخبر وذهبت إلى زوجها ترجوه دفع الفدية التي طلبها اللصوص إلا أن الزوج خاطبها قائلا يا زوجة العزيزة إن ما يطلبه اللصوص هو كل ما نملك من المال ولا نستطيع أن نعطيهم كل ما جمعناه بعد هذا العناء والتعب يجب أن نبلغ الشرطة وهي في دورها سوف تقبض على هؤلاء اللصوص لكن صفية غضبت جدا من زوجها وقد هددته بتركه إن لم يفعل ذلك لكن الزوجة الصر على رأيه عندها تركت صفية بيتها واتجهت مع الحوذي إلى بيت أختها بهية لتخبرها عما حصل لوالديها وقد كانت تخوف إبلاغ الشرطة خوفا على والديها من الموت حيث أخبرها الحوذي أنها إذا أخبرت الشرطة سوف يقتل اللصوص والديها وأخيرا وصلت إلى أختها بهية وأخبرتها بما حدث فجنت بهية على والديها وقد طمأنت أختها أن زوجها سيقوم بدفع الفدية ولكنها تفاجأت هي الأخرى برفض الزوج لهذا الطلب بحجة أن هذا المبلغ هو كل ما يملكه ولن يتنازل عن ثروته لمساعدة الوالدين وعندها هددت بهية زوجها بتركه إن لم يدفع الفدية ولكن حب المال كان أعظم من حبه لبهية وخرجت بهية مع أختها صفية تائهتان لا تعرفين كيف تنقذان والديهما وكان القرار الأخير أن يتوجه إلى أختها روعة لعلها تساعد في هذه المصيبة الكبيرة مع أنهما تعرفين حالها ولكن ما من خيار أخر وبسرعة البرق وصلتا إلى روعة وقد نقلت لها الخبر المشؤوم فبكت روعة حزنا على والديها وتوجهت بالدعاء إلى الله أن يفك أسرهما ولكنها لا تملك المال كي تدفع الفدية فأخبرت زوجها وكم كان حزينا لسماعه هذا الخبر وقال لزوجته روعة يا زوجة العزيزة إننا لا نملك المال ولا أعرف كيف سنجني عشرة صندوق من الذهب وخيم الصمت والحزن على بيت روعة التي كانت تبكي بحرقة هي وأختيها ولأول مرة شعرت الأختان أنهما مع أنهما يملكان المال إلا أنهما عاجزتين عن إنقاذ الوالدين وسرعان منتشر خبر خطف والدي روعة في بلدتها كلها وانهالت على روعة الوفود والجماعات من الناس يعرضون عليها المساعدة فقد كان الغني والفقير يحضر ما يملك من النقود والميل وقد اشتركت البلدة كلها بدفع الفدية وكانت روعة في قمة الدهش والاستغراب من هذا العمل إلا أن أهل القرية الطيبين كانوا يقولون لها لقد قدمت لنا ما هو أعظم من الذهب والميل لقد أحببناك يا روعة ولن نتخلى عنك حتى لو كلفنا ذلك حياتنا وفي خلال بضع ساعات كانت الصندوق العشر مليئة بالذهب والناس حول بيت روعة يخففون من روعتها ويعدونها بالخير لقد كانت الدموعة همروا المقلتين روعة سرورا لمحبة الناس لها وتضحيتهم لمساعدتها وكم كانت الدهشة تعلو وجهي أختيها التي كانت تنظرين إلى بعضهما وهما لا تستوعبان شدة الحب والتضحية لروعة وبعدها جمعت روعة الصندوق العشر من الذهب وركبت مع أختيها إلى مغارة اللصوص لدفع الفدية التي طلبوها ولم تتوقف روعة عن البكاء على والديها وأيضا على مساعدة الناس لها وما هي إلا ساعات حتى وصل الحوذية إلى المكان وقابلت البنات الثلاثة الوالدين وانهالوا عليهم بالحضن والقبلات وقد عرف الجميع أن زوجية صفية وبهية قد تخلي عنهما بينما روعة الفقيرة هي التي جمعت المال والذهب من أهل قريتها وذلك لحبهم العميقة لها ونتيجة المحبة التي زرعتها في قلوب الجميع لقد كانت الدهشة تعل وجه التاجر ولم يصدق ما سمع وقال كيف يحصل هذا؟ كيف؟ وبدأ ينهال بالأسلة على صفية وبهية إلا أنهما أخبرته بالحقيقة الكاملة وأن روعة الفقيرة هي التي جمعت الذهب والمال لقد صعق التاجر لهذا الأمر إلا أنه تذكر مقولة ابنته روعة أليس الحب أهم من المال؟ فإن الحب هو الذي يجلب المال ومع خبرته الكبيرة في التجارة إلا أنه للمرة الأولى عرف نوعا أخر من التجارة أثمن من الذهب والمال وبدل العائلة أخيرا أن الأمر انتهت وأن اللصوص حصلوا على ما كانوا يطلبون إلا أن زعيمهم طمع بأكثر من ذلك وقال في نفسه إذا كانت هذه القرية قد جمعت عشرة صندوق من الذهب لهذه الفقيرة فإن بإمكانها أن تجمع عشرة صندوق أخرى ولمعت عيناه جشعا وطمعا وصرخ قائلا ستكونون جميعا في الأسر ولن أفك قيدكم حتى أحصل على عشرة صندوق أخرى من الذهب صرخ التاجر به وحاول أن يعده بكثير من الأموال والذهب شرط أن يتركهم إلا أن اللصوص قرروا ذلك وإلا كان الموت للجميع وأرسل الحوذية مرة أخرى إلى بيت الطبيب الذي كان ما زال الناس يجتمعون به ليطمئنوا على حال روعة ووالديها وقد صعق الطبيب وأهل القرية من طلب اللصوص ولكنهم قرروا هذه المرة على إنقاذ روعة وعائلتها وأنهم لن يقفوا مكتوف الأيدي وهب أهل البلد جميعا كبارا وصغارا رجالا وشيوخا ونساء يحملون ما يمكنهم من سلاح وعصي واتجه جميعا مع الطبيب للمغارة كي ينقذ روعة وأهلها من الأسر وكان النفير الذي خرج من البلدة كجيش صغير لا يأبه الخوف من اللصوص وقد قرروا أن لا يعودوا إلا مع روعة الملاك الطوهر ومع والديها وكان اللصوص يتحصنون في المغارة والأسلحة مصوابة إلى عائلة التاجر والجو يملأه الخوف والذعر وكلنا يتساءل عن المصير لكن المصير بيد الله وحده وما هي إلا لحظات حتى حضر أحد اللصوص الذين كانوا يرقبون المكان صارخا ومولولا ويقول أيها الزعيم إني أرى من بعيد الكثير من الأشخاص يتجهون إلى المكان وكل يحملوا بيده السلاح لا أعرف من أين أتوا فقال الزعيم لا عليك سنقضي عليهم جميعا ولكن اللص أردف يقول إنهم بالمئات بل إلوف عندها تهجم وجه زعيم اللصوص وخرجوا مسرعا لرؤية هذا الحشد فتملكته الصعق والدهش مما رأى فقد كان أعداد الناس قد غطت الجبل كله ورأى النساء والرجال والشيوخ يسرون دون وجل أو خوف فبرقت عيناه خوفا وذعرا وقال للآخرين لسنا قادرين على محاربة هؤلاء الناس فوالله الذي جمعهم لن نستطيع أن نحاربه ولو كنا بألاف فجمع زعيم اللصوص صندق الذهب وأمر مجموعته بالهروب من أمام هذا الحشد الكبير وسرعان ما وصل الناس متأهبين للمعركة مع اللصوص ولكن ما إن وصلوا حتى رأوا العائلة بأكملها والخادمتين مكبلين بالحبال ولا أثر للصوص فعرفوا أنهم ولوا مدبرين وفك الطبيب وثيق زوجته وضمها إلى صدره وقبلها من جبينها وقال أنت أفضل كنز عندي وفك قيدي الآخرين والدهشة على وجه التاجر وقد فغر فاه وأخذ يقول لنفسه يا للعجب من الذي يحرك هؤلاء الناس لنجدة من لا يعرفونه ولماذا تخلى عني زوجة صفية وبأهية كانت الأسئلة كثيرة التي تخامره ولكنه ضم روعة إلى صدره وقبلها وبكى وأخذت الدموع تولل لحيته وهو يقول صدقت يا ابنتي إن الحب يصنع المعجزات وقد ظننت أن المال يجلب السعادة والرضا ولكني اليوم قد تعلمت درسا من ابنتي الصغيرة روعة أن الحب أثمن كنوز الأرض والمحبة هي التي تجلب المال والسعادة ونظر إلى زوجته حميدة وقال لها صدقت يا زوجة حميدة إنما تملك روعة قد نجينا جميعا لقد كانت هذه المغارة شهرة على جو الفرح الذي غمر الجميع بعودة روعة وذويها سالمين من بطشي اللصوص أما الذهب فلم يأسفوا عليه فإنما حبته من روعة فوق كل الذهب والمال وعاد الجميع منتصرا في معركته وقد حلت الأفراح والليالي الملاح في بيت الطبيب وروعة حيث اجتمع الناس بمناسبة عودة الجميع سالمين وبعد عدة أيام قرر التاجر العودة إلى بلدته وصفية وبهية ترافقانه وقد قررت أن لن تعيش مع زوجيهما بعد الأهن خاصة وأنهم قد خذلاهما ومع أنهم قد حضر وأعلن الندم والتوبة إلا أن صفية وبهية قد استقر بهم الحال بالزواج من تجار بلدتهم ممن يعرفهم شيخ التجار ويثق بهم وبدأوا في حياة جديدة في تحقيق أحلامهم وأما الزوجين رباح وحسام فقد خسر تجارتهم لأنهم كانوا يعتمدون على صفية وبهية في أسرار العمل وفي الوقت الذي خسر زوجتيهما ضاعت الأموال وكسدت التجارة وأما روعة فقد قررت مع الطبيب العودة إلى بلدتها لتعيش بجانب والديها وأختيها وأن الفراق يلهب الشوق وهي لم تعد قادرة على الإبتعاد ولكنها شكرت أهل القرية التي حضنتها وودعتها والدموع تملأ عينيها واجتمعت العائلة مرة أخرى في بلدتي السعادة وقد حافظت بنات التاجر على اللقاء إسوائي يمضيانه مع التاجر أبي صابر والأم حميدة حيث كانوا يقومون بتقصهم المعهودة بعد العشاء وهو إطفاء الأضواء وكل منهن تحضر قندلها الزيتي ويضعنه على الطاولة ويتسامرون ويتحدثون والضحكات تملأ المكان حتى يطلوع الفجر انتهت الحكاية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر